نلتقي اليوم من فخامة الرئيس لنجني أحد ثمار خطة التنمية الاقتصادية للجمهورية الجديدة وهنا اسمح لي شات رئيس ان احنا نتكلم هل هي خطة التنمية الاقتصادية أم خطة التنمية العمرانية وده هيقودنا لمفهوم العمران العمران في مفهوم الدولة المصرية زي ما احنا حطينه فيه توجهاتنا لحضرتك أرستها هو وعاء التنمية فما فيش تنمية بتتم دون هذا الوعاء طيب لما كان العمران هو وعاء التنمية خلينا نسترجع وعاء التنمية في اقليم الدلتا اللي احنا متشرفين ان احنا وقفين على أرضه دلوقتي اقليم الدلتا مكون من خمس محافظات دمياط الدأهلية الغربية كفر الشيخ المنوفية حجم السكان اللي فيه عشرين وستة من عشرة مليون نسمة ومساحته واحد واثنين من عشرة فقط في المية من مساحة الجمهورية لما نيجي نبص على مقارنة اقليم الدلتا باقاليم مصر الاخرى هنلاقي ان هو تاني اكبر اقليم من حيث حجم السكان في واحد وعشرين مليون نسمة بيجي بعد اقليم القاهرة الكبرى اللي هو فيه حوالي خمسة وعشرين مليون نسمة الا انه عنده اقل فرص لاستيعاب العمران للسكان والانشطة الوعاء التنمية اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي النهاردة لما نبصله هنلاقيه ان هو ممتلئ على آخره سواء بالانشطة الاقتصادية الاساسية لان ده الاخليم بيعتمد على النشاط الزراعي والصيد وهي الانشطة الاساسية وهو في الاساس اقليم ريفي كسافات سكانية مرتفعة اكتر من ربعمائة شخص على الفدان وخاصة في عواصم المحافظات محدودية في المناطق المتاحة لتوفير الخدمات والانشطة الاقتصادية والمناطق الخضراء عشان نحسن من جودة الحياة نحن ننمو ازاي في هذا الاقليم اقتصاديا التنمية اللي احنا بنقصدها هنا هو المواطن ازاي ارفع من جودة حياة المواطن اقتصاديا في ظل التكدس السكاني وانعدام فرص الامتداد طيب لما نبص كمان في الظاهرة الاخرى اللي في المحتوى العمراني اللي احنا فيه في الدلتا هو عدم الاتزان في توزيع السكان بين الحضر والريف نسبة الحضر على مستوى الجمهورية 45% على مستوى اقليم الدلتا 28% فقط نسبة الحضر الحضر على مستوى العالم بيمثل 55% من سكان العالم وبيعزى اليه من 70% ل75% من الناتج المحلي الاجمالي اللي بيطلع على مستوى العالم بيطلع من الحضر وبالتالي لما نبص على الارقام اللي قدامنا هنعرف ان ده اقتصاديات ضعيفة اقتصاديات ضعيفة تنعكس على نوعية الفرص عمل قليلة بطالة حتى مستويات الخدمات والتعليم والفرص للنمو محدودة جدا 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 ده اللي بيدينا مؤشراتنا عشان التنمية احنا لازم ندرس المحتوى اللي احنا بنتكلم عليه عشان نشوف القرارات ونوجهها ازاي اشتركوا في القناة